يعني الراجل ده فاهم كويس أو إنه خايفة على مجهودها وتعبها وعلى أشآها وفلوسه وعلى ورسة عيالي طبعا يا ناصح فهو قاعد يلعبها طبعا يمينه وشمال طبعا حلو قوي طبعا 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 وبعدين بس أقولك على حاجة من نسبة كم في المية اللي احنا خايفين منه هيحصل أنا هو يروح الجوز الستة الثانية طيب بالله هي بتعمله مدام بسمة دلوقتي 90 ما هو برضو أنا ما أقدرش ألومها أنا لو ما أنا يعني الستة محترمة دي فضلت سنة يا شيخ أنا أعود 365 يوم كل يوم أعود أفكر أقوم أجيبك ولا ما أجيبكش ده مجهود حتى يا شيخ ده هي مسكت نفسها لا هي هي بوسي بوسي القرار صعب جدا صعب وما أقدرش وإحنا قاعدين كده مع بعض ناخد قرار زيدال لها هي أضرب حالها ولكن نسبة إنه هو يكمل في هذا العلاقة فهذه العلاقة مفيش ها عالية فهذه العلاقة جميلة مع أرمالة الأخ عالية هي المفروض رد فعل مدام بسمة إيه هي عندها طريق من اتنين أديني بقى آخر نصايح كده عشان أختم عشانا طريق من اتنين الطريق الأولاني إن هي تقول إيه يعني تكالي عليك يا رب طبعا ولم يروح يتجوز احتمال سنة ولا اتنين ويزه ويرجع تاني ممكن تقول لي خلاص أصبر واتحمل عشان اللي عملته ده كله ما عمل ما يروحش هو العمر بقى فيه سنة واتنين لا وكده كده أنا زهقت منه خذ بالك ستة عندها خمسين سنة أنا زهقت منه نسو شباب على فكرة وخمسين ده مش كتير لا في الجيل ده ولو كانت سبعين أدو لا لا أنا ما بقولش سبعين بس الخمسين غير التلاتين جي لو 55 هاني جينيفر لوبيز 55 سنة يعني هقول لك يعني لمؤخذة المغانية اللاتينية ريهام الهواري هتقرن نفسها بجي لو أنا مغاني يا حبيبتي نحن على الأقل اللي عبداليه نجي لسه يبدأ البلدي لا زروف ولا العيش ويبدأك والهالثي وبعدين ويعني مش حنقر ما دي عيشة ودي عيشة وده شغلانا ودي شغلانا فأنا مش هقولها قار 50 لسه حلوة لا لا أنا ما بقولش إنها وحش أنا ما بقولش وحش لسه صحة حلوة طب يا سليم أنا عندي 50 سنة وأنا بقولك الست وهي عندها 40 غير وهي عندها 30 غير وهي عندها 20 لسن اللي احتواء كله يا ريام ما احترامي ليكي يا هولي كده طب صدق يا سلي إحنا لنا قاعدة لما تبقى كده في سنة نبقى نتكلم مع بعض لأن اللي ما يعرفش يقول احتواء اه احتواء اللي ما يعرفش يقول احتواء سألو نعمل ايه بهذا النهار ده بقى مدام باسم فدي اللي أنا بقوله لها أول حاجة لازم هي تاخد القرار لأنها عشتها هي بس في ايدها تهتم بنفسها يعني اهتم بنفسها أنا مصلحتي في ايد صح أنا مصلحتي ان انا اعود خليكي قعد مصلحتي ان هو كل ما يشوف خلقتي نفسه تتزد وينداي وعملو انا نفسه تزد للشك على الدنيا اخي مش عايزة حاجة ثانية والله فانت لأ تشوفي مصلحتك يا ست بسمة الاول مصلحتك انك تقعد يقعد بس لما يقعد برضو ارجع اقول مصلحت يعني مش كل كلمة مش كل موقف مش كل اخناها اتشلو اتهبت ما هو انت صحتك برضو وما همشوش برضو صح يعني لا همشو ولا اعمله لا ما هو فيها حاجات الستات بتعرف تعملها مع جوازاتها اللي هي تفضل ممكن ابصوله بصات تخوف البصات ممكن اخليه بقعد ميت في جلده كم شرح نعمل ايه